تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات ويوم الأحد نهضة زمامرة سيواجه المغرب التطواني شباب سوالم سيواجه المغرب الفاسي والتحاد طانجة سيواجه شباب المحمدية وقد تأجلت المباريات التي أطرافها نهضة بركان والرجاء والجيش الملكي بفعل التزام هذا التلاتي بالمنافسات الإفريقية للأندية قرر فريق الندي المكنسي فكر تباطه بالمدرب عبد الحي بن سلطان بعد النتائج المحققة في المباريات الأخيرة من بينها التعادل أمام شباب المحمدية يوم السبت الماضي برسم الدورة الثانية عشر من البطولة الاحترافية في قسمها الأول للتذكير فاب بن سلطان كان قد تولى الإشراف على فريق الندي المكنسي في بداية الموسم الكراوي الجريوي احتل حاليا البركز الرابع عشر في الترتيب برصيد أربعة عشر نقطة فيما الندي المكنسي حقق الصعود إلى القسم الأول نهاية الموسم الماضي حيث تصدر ترتيب القسم الثاني بثمانية وخمسين نقطة ونختم بأخبار المنتخبات الوطنية المغربية لكرة القدم حيث خسر الفريق الوطني المغربي النسوي لأقل من سبعة عشر سنة بخمسة أهداف مقابل أهداف مبارته أمام منتخب جمهورية أتشيك المباراة جرت يوم أمس وتدخل في إطار استعدادات الفريق الوطني المغربي لكأس العالم أقل من سبعة عشر سنة المقررة بالمغرب ونذكر أن الهدف الوحيد الفريق الوطني سجرة اللعب كوتر أزراف في الدقيقة الوحيدة والعشرين إلى هنا مستمعنا الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين إليكم أطيب التحيات إلى اللقاء